وبناء على هذه المكتشفات يمكن القول إن أحد الأسباب الهامة في توصل البلدان الحديثة لقدر أكبر من الاستقرار إنما يكمن في قدرتها الأكبر على تلبية حاجات مواطنها أما البلدان الأقل تقدما فتتميز بنسبة أكبر من عدم الاستقرار نظرا لما يثيره الإحباط المنظومي لدى الجمهور من ردود عدوانية العدوان الدولي يصور تورستوي في رواية الحرب والسلم مفهوم التاريخ تصويرا لا نظريا من حيث الجوهر فهو يرى إلى الأحداث التي تقع للإنسان على الصعيد القومي والدولي باعتبارها معقدة إلى درجة لا محدودة وترتبط ارتباطا شديدا بدوافع ونزوات عدد هائل من الأفراد المسببين ويبط بها إلى حد كبير الكثير من عوامل المصادفة إلى درجة تتحدى التحليل العقلاني حجته هذه رغم ما فيها من إقناع لا يتقبلها الباحثون في الوقت الحاضر وانطلاقا من المستوى الذي بلغته الأسلحة في ترسانات الدول العظمى اليوم وما تمثله من قدرة على التدمير فقد بات فهم التوترات والأزمات الدولية أمرا جوهريا زد على ذلك أن تطوير وسائل اللاعن في تخفيف هذه التوترات ربما يعد اليوم المشكلة الأولى التي تواجه العلوم الاجتماعية وربما بسبب الضخامة الهائلة للأحداث العالمية فإن الباحثين يشعرون بالحرية في أن يصفوا الأحداث التاريخية من منظورات كثيرة مختلفة إذ يحاول كل منهم أن يفرض نظاما خاصا على معطياته بتبنيه توجها نظريا معينا أو بتركيزه على جانب محدد من المسألة قيد الدرس هذه التوجهات تتفاوت إن أردنا تسمية البعض ما بين النظرية الماركسية التي تركز على الصراع الطبقي والتحليلات المضمية للأحداث السياسية والديبلوماسية التي أحاطت بالحرب العالمية الأولى تلك التحليلات التي أجرتها باربارا توتشمان وبين الدراسات الذاتية جدا التي أجراها بروس كاتون على شخصيات القادة الميدانيين والواقع أن أشد ما يفتن في قراءة التاريخ إنما هو التنوع الواسع في المناهج المؤذية إليه لقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور أسلوب حديث نوعا ما وربما مثمر في دراسة جانب من جوانب السيرونة التاريخية ألا وهو الصراع القومي والدولي؟ إنه ذو شقين ويشتمل على تطبيق نظريات العدوان السيكولوجية ومنهج صارم في البحث هذا الاتجاه يمثل ولا شك القلق الشديد الذي يشعر به علماء الاجتماع تجاه استخدام العدوان كوسيلة لحل النزاعات بين الجماعات والأمم كما يمثل أملهم في تطوير أساليب تخفيف العداءات ولعل المدى الذي بلغه قلقهم داك يجسده أخيرا ظهور عدد من الصحف والمجلات العالمية التي تهدف بصورة محددة لتطبيق مناهج البحث على قضايا ذات أهمية اجتماعية مثلا صحيفة حل النزاعات صحيفة القضايا الاجتماعية إن المقالتين التي اخترناهما لهذا القسم الذي يدور حول العدوان الدولي تقدمان لنا مستويات من التحليلات السيكولوجية مختلفة اختلافا جذريا فالأولى وهي بقلم إيفا فايرنبيند وروزالين فايرنبيند تجسد التطبيق العالمي المتعدد المتغيرات لنظرية الإحباط العدوان على عدم الاستقرار السياسي أما الثانية وهي بقلم إيزيوني فتنقل إلى الصعيد الدبلوماسي بعض المبادئ المحددة التي ظهرت نتيجة دراسات مخبرية لمواقف مساومة بين شخصين ومن هذه الدراسة تبرز بعض الاستراتيجيات المقترحة كوسيلة لتخفيف التوترات الدولية السلوك العدواني للدول ما بين 1948 و 1962 دراسة تتناول عدة دول لقد وجدت نظرية الإحباط العدوان تطبيقا هاما لها في دراسة عدوانية الفرد من خلال تحليل المتغيرات الكابحة والمحرضة التي تؤثر في الناس ومع انتشار البحث الذي كتبه هوفلاند وسيرز عام 1940 حول الإعدامات بغير محاكمة والمحتوي على مؤشرات اقتصادية إقليمية عن الإحباط المجتمعي وحدوث العنف فقد ظهر اتجاه يميل إلى تطبيق طراز الإحباط العدوان على الظاهرة الاجتماعية أيضا والبحث التالي يحاول بسط النظرية على نحو أوسع أيضا بحيث تكون أساسا لدراسة الاستقرار السياسي الوطني لدى أمم عدة إن المؤلفين الذين يكتبان من منظور معين ويصوران بعض جذور الثورة والتغيرات السياسية العنيفة على صعيد البلاد بطريقة تشبه كثيرا تلك التي تسبب العنف الجماعي في المراكز المدينية وهي الطريقة التي تناولتها دراسات القسم الثالث ولسوف يلاحظ القارئ على نحو خاص عدة نقاط مثيرة للاهتمام في هذه الدراسة أولا مشكلة قياس الإحباط العدوان وقوى الكبح حين تعامل الأمة كوحدة للدراسة ثانيا الأساليب التي يستخدمانها في التوصل إلى تكاهنات نظرية عن عدم الاستقرار السياسي في مقارناتهما بين العديد من الأمم ثالثا استخدامهما لمفهوم التوقع فيما يتعلق بنظرية الإحباط العدوان الأكثر تقليدية الإطار النظري على الرغم من أن عدم الاستقرار السياسي هو مفهوم يمكن شرحه بأكثر من طريقة واحدة فإن التعريف المستخدم في هذا التحليل يقصر معناه على السلوكات العدوانية ذات العلاقة بالسياسة إنه تحديدا درجة أو مقدار العدوان الذي يوجه أفراد أو جماعات ضمن نظام سياسي معين ضد جماعات أخرى أو ضد مركب أصحاب السلطة والأفراد والجماعات المرتبطة بهم أو العكس فنقول إنه مقدار العدوان الموجه من قبل أصحاب السلطة هؤلاء ضد أفراد أو جماعات أو ذوي سلطة آخرين ضمن الدولة وما أن يحدث هذا المعنى حتى تغضو الأبعاد النظرية لنظرية الإحباط العدوان وتطويراتها في متناول اليد دولارد وفريقه 1939 ماير 1949 ماكنل 1959 بوس 1961 بيركويتس 1962 ولعل المسلم الأساسي لهذه النظرية تؤكد أن العدوان هو دائما نتيجة الإحباط دولارد وفريقه 1939 رغم أن الإحباط قد يؤدي إلى نماذج أخرى من السلوك كالحلول البناء للمشكلات القائمة مثلا زد على ذلك أنه من غير المحتمل أن يقع العدوان إن تم كبح السلوك العدواني بوسائل تترابط مع فكرة العقاب أو قد يتحول إلى أشياء أخرى بدلا من تلك التي يعتقد أنها هي العناصر المحبطة وإنها لواضحة منفعة هذه المفاهيم المعدودة إذ نعرف أن عدم الاستقرار السياسي هو نوع من السلوك العدواني لا بد أنه ينجم عن مواقف يعاني منها المجتمع من إحباط لم يتم التنفيس عنه مثل هذه المواقف قد تكون من النوع الذي يتم فيه رفع مستويات التوقعات والمطامح والرغبات الاجتماعية لدى الكثير من الناس ولفترات زمنية طويلة ثم لا تجد ما يوازيها من مستويات التلبية والتحقيق إذن الفكرة هي تلبية الحاجات الاجتماعية على تشكل الحاجات الاجتماعية تساوي إحباط منظومي لقد حاولنا هنا أن نبحث في نمطين من المواقف التي يمكن أن تؤدي لخلق مستويات عالية من الإحباط المنظومي على الرغم من أن هناك بالتأكيد الكثير من الاحتمالات الأخرى التي يمكن دراستها قد يتطابق مفهوم العقاب مع القصر والإرغام الذي تتصف به الأنظمة السياسية عند تطبيق فكرة الإحباط العدوان على الجو السياسي والحل البناء للمشكلة يكون مرتبطا بالقدرات السياسية المتوفرة في الوسط المحيط وكذلك بالقدرات الإدارية والمشاريعية وسواها بل الأكثر من ذلك قد تكون فكرة التحويل مرتبطة بحدوث حالات من إلقاء المسؤولية على فئات من الأقلية أو نزع عدوانية في الفلك الدولي أو في سلوك الأفراد وقد تم التوصل إلى الفراضيات العامة التالية بتطبيق نظرية الإحباط العدوان على مشكلة الاستقرار السياسي أولا يكون الاستقرار السياسي متوقعا في حالة افتقار الإحباط المنظومي نسبيا ثانيا إذا كان الإحباط المنظومي موجودا يمكن التكهن ببقاء الاستقرار السياسي انطلاقا من الاعتبارات التالية ألف لا دور للمجتمع في الحكم أي هناك افتقار كبير للشرائح الاجتماعية الوثيقة الصلة بالسياسة والقادر على العمل المنظم با للمجتمع دوره في السياسة أي أن الحلول البناء لمواقف الإحباط متوفرة له أو متوقعة كذلك فإن فعالية الحكومات وشرعية الأنظمة عوامل هامة هنا جيم إذا كانت حكومة القصر الشديد قادرة على مع أعمال العدوان الصريحة ضدها حين ذاك يمكن توقع استقرار الدولة نسبيا دال إذا تمك نتيجة لقصرية الحكومة التنفيس عن العامل العدواني أو تحويله إلى عدوان موجه ضد فئات من الأقليات ها ضد أمم أخرى حين ذاك يمكن التكهن باستمرار الاستقرار وإذا كانت أعمال العدوان الفرضية وافرة إلى حد يكفي لتأميم منفس يمكن أن يحدث الاستقرار رغم الإحباط النظامي ثالثا مع ذلك وحين تغيب نسبيا هذه الشروط الأساسية يمكن التكهن بأن يتخذ السلوك العدواني شكل قلاق السياسية وذلك نتيجة للإحباط المنظومي لكن يمكننا التوصل إلى جملة من الفرضيات المتعلقة بالسلوكات العدوانية الاجتماعية وبالإحباط أكثر نقاءا وذلك بتفسير فرضية الإحباط العدوان ضمن إطار نظريات الفعل الاجتماعي والسياسي والأنظمة السياسية مارتون 1949 بارسونس وشيلرس 1951 المنهج يدل على منهج دراستنا هذه إطار المشكلة العام فاهتمامنا هنا لا يتعلق بالديناميكية التي يقوم عليها الاستقرار في أي بلد بعينه بل بالعوامل التي تبت بالاستقرار ضمن الأنظمة السياسية الوطنية كلها لذلك كان لابد من تحليل أكبر قدر ممكن من الحالات أو على الأقل عين مناسب من الحالات من هنا فإن الدراسة الحالية هي بحث شامل لعدة أمم تم فيه جمع المعطيات وتحليلها فيما يتعلق بأكثر من 84 دولة أسماؤها مدرجة في الجدول رقم واحد وهذه الطريقة التي تشمل أمما متعددة والتي استخدمناها هنا ينبغي أن نفهمها على نحو مماثل للطريقة التي تستخدمها الدراسات الإنتروبولوجية تماما وينتغ وتشايلد 1953 موردوك 1957 فايرباند 1962 الجانب الهام في هذا البحث هو جمع المعطيات المتعلقة بتلك الأمم المتعددة وعلى الرغم من أن المعطيات متوفرة حول المتغيرات البيئية للأنظمة السياسية من خلال برنامج يال للمعطيات السياسية وكذلك أبعاد مشروعات الأمم والمسح الشامل لأنظمة الحكم فإن المعطيات المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي هي أكثر قدرة وأصعب جمعا لقد قمنا لإجراء بحثنا هذا بجمع المعطيات المتعلقة بسلوكات الصراع الداخلي لدى 84 أمة وعلى مدى 15 سنة أي ما بين 1948 و 1962 هذه المعطيات مستمدة من مصدرين آخر المعطيات عن شؤون العالم والكتب السنوية التي تصدرها الموسوعة البريطانية وقد نظمناها ضمن استمارة خاصة بحيث تعلم كل حادثة من حوادث عدم الاستقرار بحسب البلد الذي حدث فيه وكذلك التاريخ والأشخاص دوي العلاقة وجود أو غياب العنف إضافة إلى خصائص أخرى ذات صلة بالأمر وقد شكلت هذه المعطيات المسجلة على بطاقات خاصة مخزونا من المعلومات يتعلق بحوالي 5000 حادثة دراسة رقم واحد تحليل للمتغير التابع بالاستقرار السياسي لكي نقيم سلسلة الاستقرار عدم الاستقرار السياسي فقد قمنا بتصنيف المعطيات التي جمعناها عن السلوكات المتعلقة بالصراع الداخلي وقد تناولنا ترتيب حوادث عدم الاستقرار المحددة ضمن سلم تصنيفي من وجهة نظر الصحة التركيبية والمصداقية الناجم عن الإجماع بالرأي على حد سواء نيسفولت 1964 لهذا الغرض وضعنا سلما من سبع درجات يتراوح بين الصفر الذي يدل على الاستقرار الشديد والستة التي تدل على القلاق الشديدة كذلك تم تحديد كل درجة من السلم تحديدا ميدانيا وذلك طبقا لأحداث خاصة تمثل مختلف درجات الاستقرار أو عدم الاستقرار بحيث يمكن تقديم مثال عن كل بند نموذجي بالنسبة إلى كل درجة من درجات السلم مثال على ذلك الانتخابات العامة بند يترابط مع موقع الصفر في تعليمات التصنيف واستقالة مجلس وزراء رسمية تدخل ضمن موقع الواحد على السلم والمظاهرات السلمية في الموقع رقم ثلاثة الاعتقالات الجماعية في الموقع رقم أربعة والانقلابات العسكرية في الموقع رقم خمسة والحرب الأهلية في الموقع رقم ستة أما مصداقية الإجماع بالرأي لسلم الشدة هذا فقد حصلنا عليها بأن طلبنا إلى القضاء تصنيف الأحداث نفسها طبقا للتسلسل نفسه فكانت نسبة الاتفاق بين المصنفين في توزيع البنود عالية تماما وصلت إلى 87% كما أجريت تدقيقات أخرى على موثوقية الطريقة وذلك بأن قام مصنفان مستقلان بمقارنة توزيع البنود على مواقع السلم فيما يتعلق بالمعطايات المستمدة من 84 بلدا ولفترة زمنية بقدارها 7 سنوات وباستخدام أداة التصنيف هذه فقد تم التحقق من جوانب الاستقرار لدى 84 دولة التي تشكل العينة وعلى مدى السنوات السبع أي من 1955 إلى 1961 كما قسمت البلدان إلى فئات بناء على الحادث الأشد دلالة على عدم الاستقرار التي عرفتها خلال هذه السنوات السبع وهكذا فقد وضعت البلدان التي عاشت حربا أهلية ضمن الفئة السادسة والبلدان التي جرى فيها انقلاب عسكري ضمن الفئة الخامسة والبلدان التي حدثت فيها اعتقالات جماعية ضمن الفئة الرابعة وهل ما جرى الغرض من هذا التوزيع هو أقياس شدة أو ما هي حوادث عدم الاستقرار إضافة إلى كثرة هذه الحوادث أو كميتها بعد التوزيع إلى فئات قمنا بحساب المقدار الإجمالي لتصنيفات استقرار كل بلد بعدئذ عملنا على ترتيب البلدان ضمن الفئات ذاتها وذلك بناء على المقدار الكمي الإجمالي هذا والجدول رقم واحد يقدم لنا نتائج التصنيفات في هذا الجدول يمكننا أن نرى قبل كل شيء أن التوزيع غير متماثل فعدم الاستقرار أكثر غلبة من الاستقرار ضمن دول العينة ذلك أن النسبة الكبرى من البلدان عرفت حادثة من حوادث عدم الاستقرار من الدرجة الرابعة في السلم وما فوق زد على ذلك أنه يوجد في كل موقع من مواقع السلم مجموعة من البلدان تلفت النظر لكن بصورة عامة نجد أن مواقع السلم الأشد دلال على الاستقرار إنما تتضمن الدول الحديثة كما تضم أيضا نثرات من الدول المتخلفة على نحو الملحوظ وبعض دول الكتلة الشيوعية كذلك فإن الفئة الصغيرة التي تشكلها البلدان الأقل استقرارا والتي تحتل الموقع رقم 6 من الجذول تضم بلدانا من أمريكا اللاتينية وآسيا والكتلة الشيوعية في حين أن الولايات المتحدة ولعل ذلك يناقض التوقعات لا تندرج ضمن دول الموقع رقم 1 على السلم رغم أنها تميل إلى جهة الاستقرار منه دراسة رقم 2 علاقة الإحباط الاجتماعي والحداث بالاستقرار السياسي ما إن تم جمع المعطيات المتعلقة بالمتغير التابع أي الاستقرار السياسي ثم حللت طبقا لعواملها وصنفت حتى باتت الخطوة الرئيسية أي البحث في مترابطات عدم الاستقرار ممكنة وقد تحققنا في هذه المحاولة من فرضيتين عامتين ومترابطتين أولا بقدر ما يرتفع أو ينخفض تشكل الحاجات الاجتماعية في مجتمع بعينه وينخفض أو يرتفع مستوى تلبية هذه الحاجات الاجتماعية يكبر أو يقل الإحباط المنظومي ويشتد أو ينقص الدافع إلى عدم الاستقرار السياسي ثانيا إن الزيادة الشديدة أو النقصان الشديد في نقاط مركب الحداثة في أي مجتمع من المجتمعات تميل لإحداث أكبر حد من الاستقرار في النظام السياسي في حين أن الموقع المتوسط في هذا يسبب أكبر حد من عدم الاستقرار نيزنولت 1964 هذه الفرضيات تجسد الأفكار الأساسية لنظرية الإحباط ليرنر 1958 دوتش 1961 كترايت 1963 في الفرضية الأولى سلمنا بأن التفاوت بين الحاجات الاجتماعية وإمكانيات تلبيتها دليل على الإحباط المنظومي حيث يمكن تمثيل العلاقة طبقا لما يلي انخفاض في تلبية الحاجات مقصوم على ارتفاع في تشكل الحاجات يساوي ارتفاع في الإحباط انخفاض في تلبية الحاجات مقصوم على انخفاض في تشكل الحاجات يساوي انخفاض في الإحباط ارتفاع في تلبية الحاجات مقصوم على ارتفاع في تشكل الحاجات يساوي انخفاض في الإحباط وهناك عدد من الشروط الاجتماعية التي يمكن أن تلبي الحاجات الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع ضمن النظم الاجتماعية القائمة أو تتركها دون تلبية ومن المؤكد أن عملية التحديث التي تجري في عصر نراهن تخلق حاجات جديدة ومطامح جديدة كما تؤدي على المدى الطويل إلى تلبيتها على أن فكرة الحدثة تشير إلى جملة من الظواهر الاجتماعية معقدة للغاية إنها تتضمن تطلعات المجتمع وقدراته على إنتاج واستهلاك نطاق واسع وكميات كبيرة من السلع والخدمات كما تتضمن تطور رفيع في مجال العلوم، التكنولوجيا، التعليم والتوصل إلى درجة عالية من المهارات المتخصصة كذلك فإنها تتضمن البنى الجديدة للتنظيم الاجتماعي والمساهمة الاجتماعية جملة التطلعات الجديدة والمواقف والإديولوجيات الجديدة هنا تخدم الدولة الحديثة الغنية بمركب نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بوصفها النماذج الأفضل للحداثة بالنسبة إلى دول المجتمعات التقليدية ففي هذه الدول الانتقالية نجد شرائح المجتمع النامية وذات العلاقة بالسياسة مساهمة كلها في الحياة العصرية ويقول لرنر 1957 بالنسبة إلى إحداها إنه ما إن تطلع المجتمعات التقليدية على أسليب الحياة الحديثة حتى تغضو بلا استثناء راغبة في المنافع المقترنة بالحداثة لكن قل ما يكون وضع أهداف التحديث مرادفا لتحقيقها رغم أنه جانب مكمل للتحديث ففكرة ثورة ارتفاع التوقعات لرنر 1958 التي يعبر عنها أيضا بثورة ارتفاع الإحباطات تشير إلى الطبيعة المحبطة أساسا التي تتصف بها عملية التحديث إن نهوض المجتمعات المتخلفة وتزايد وعيها لأنماط السلوك والتنظيم الحديث المعقدة إنما يحمل معه الرغبة في تحقيق ذات المستوى الرفيع من التلبية لكن ثم تبون شاسع بين التطلعات وما يمكن تحقيقه على أرض الواقع هذا البون يتفاوت كما ونوعا بين بلد وبلد الأكثر من ذلك أنه يمكن الافتراض أن ضروة التفاوت بين أهداف المنظومة وتحقيقها وبالتالي الحد الأقصى من الإحباط يقع في مكان ما في منتصف المرحلة الانتقالية ما بين المجتمع التقليدي وبلوغ الحداثة ففي منتصف هذه المرحلة نجد أن معرفة الحداثة والتعرض للأنماط الحديثة يكونان كاملين عند سقفهم النظري في حين تكون مستويات التطبيق العملي متخلفة إلى الوراء قبل بلوغ هذه المرحلة المتوسطة النظرية يكون التعرض والإنجاز كلاهما أثنى مستوى لكن بعدها يمكن للتعرض أن لا يزيد نظرا لأنه يكون قد بلغ مسبقا مرحلة اكتمال الوعي إلا أن الإنجاز يستمر في التقدم وبذلك ينقل البلاد أخيرا إلى مرحلة الحداثة وهكذا مقابل المجتمعات الانتقالية يمكن الافتراض أن المجتمعات التقليدية والحديثة هي المجتمعات الأقل إحباطا وبالتالي يغلب عليها أن تكون أكثر استقرارا من المجتمعات الانتقالية إن الطريق الأكثر مباشر للتحقق من الإحباط المنظومي إنما تتم عمر البحث الميداني في البلدان الكثيرة وتوجيه استمارات الأسئلة والتقصي انظر إكلس 1960 دوب 1960 لكننا في هذه الدراسة تبنينا الطريق الأبعد عن المباشرة والأقل شمولية اترجمنا الأفكار النظرية المجردة حول تشكل الحاجة وتلبيتها إلى تعريفات محددة ولتحقيق هذا الغرض تمت العودة إلى المتوفر من المعطيات الإحصائية المتعلقة بالعديد من الأمم ثم أختيرت بضع مواد إحصائية كمؤشرات مناسبة وقد توصلنا إلى النخبة التالية من المؤشرات إذ اعتبرنا الناتج الوطني العام والاستهلاك الحروري بالنسبة إلى كل فرض وكذلك عدد الأطباء والهواتف بالنسبة إلى كل وحدة سكانية هي مؤشرات لتلبية الحاجات كما أدخلنا أيضا ضمن مؤشرات التلبية عدد الصحف وأجهزة المدياع بالنسبة إلى كل واحدة سكانية علما بأن هناك الكثير من المؤشرات الأخرى المتعلقة بتلبية الحاجات المادية وسواها يمكن أن تخدم هذا الغرض وقد تحكم بعملية اختيار هذه المؤشرات قلة المعطيات وإمكانية توفرها وللمؤشرات بالطبع دلالات مختلفة فيما يتعلق بتلبية مختلف الحاجات زد على ذلك أن دلالاتها قد تتفاوت ضمن المستويات المختلفة للوفرة أو الندرة النسبية لذا يلزمنا قدر كبير من التنظير لاختيار المؤشرات واستخدامها على نحو حكيم مثال على ذلك يمكن لبلد من البلدان أن يكون فيه الكثير من الأطباء لكنه يعاني من نقص شديد في الهواتف أو يمكن للاستهلاك الحروري وذلك بعد نقطة معينة أن لا يكون مقياسا لتلبية أي حاجات أساسية غير ما يسد الرمق في حين يمكن للناتج الوطني العام بالنسبة لكل فرض أن يفعل ذلك أما فيما يتعلق بتشكل الحاجات فقد اختير التعليم والتحضر كمؤشرين وقد تأثر هذا الاختيار بفكرة التعرض للحداثة ليرنر 1958 دوتش 1961 اتم الإقرار بأن التعرض للحداثة هو آلية صالحة لتشكيل حاجات جديدة ومما لا شك فيه أن التعلم والحياة في المدينة عاملان هامان من العوامل التي يحتمل كثيرا أن تؤدي إلى مثل هذا التعرض ولقد استخدمنا هذه المؤشرات الثمانية أي الناتج الوطني العام الاستهلاك الحروري الهواتف الأطباء الصحف أجهزة المذياع التعلم والتحضر لوضع دليل الأحباط ودليل الحداثة كليهما ثم قمنا بجمع المعطيات المتعلقة بكل متغير على مدى السنوات الواقعة بين 1948 و 1955 في حين أجرينا تصنيفات الاستقرار للسنوات الواقعة بين 1955 و 1961 إذ يفترض أن تحدث مهلة زمنية قبل أن تتحول الإحباطات المحسوسة إلى عدوانات سياسية أي قلاق السياسية النتائج الاكتشاف الأساسي الذي خرجت به هذه الدراسة هو أنه بقدر ما يرتفع مستوى الإحباط المنظومي طبقا للمؤشرات التي اخترناها لقياس الإحباط يشتد عدم الاستقرار السياسي والجدوى الرقم 2 يبين لنا هذه النتائج فالبلدان المستقرة هي تلك التي تعاني أقل قدر من الإحباط المنظومي وبالعكس فإن البلدان التي يطغى عليها عدم الاستقرار السياسي هي تلك التي تعاني من وجود مستوى عالي للإحباط المنظومي رغم أن هناك بعض الاستثناءات المثيرة للاهتمام كذلك يعد كل مؤشر على تشكل الحاجات وتلبيتها ذو علاقة هامة بالاستقرار السياسي والجدوى الرقم 3 يمثل العلاقات القائمة بين كل مؤشر وبين الاستقرار الاكتشاف الآخر المهم في هذا الجدول هو أن المؤشرات الثمانية لا تتكهن كلها بدرجة الاستقرار بفعالية متساوية إن مستوى التعلم هو المؤشر الأفضل كمؤشر مفرد اتبين أن درجة العلاقة بين التعلم والاستقرار هي 90% وبالمقارنة فإن الناتج الوطني العام هو أحد المؤشرات الأضعف وذلك جنبا إلى جنب مع نسبة التحضر أعدد الأطباء بالنسبة للسكان والاستهلاك الحروري بالنسبة لكل فرض في اليوم كذلك تساهم هذه المعطيات المتعلقة بالمؤشرات المستقبلية للاستقرار السياسي بتحديد القيم الحدية التجريبية لكل مؤشر فالبلدان التي تكون فوق هذه القيم تكون في الغالب مستقرة وتحتها غالبا ما تكون غير مستقرة ولقد تم اختيار النقطة الفاصلة بالنسبة إلى كل من المؤشرات بحيث تكشف الفارق الأعظمي بين البلدان المستقرة وغير المستقرة من هذه العتبات الحدية التجريبية تمشأ صورة متكاملة عن البلد المستقر إنه المجتمع الذي تبلغ نسبة التعليم فيه 90% وما فوق والذي يوجد فيه 65 جهاز مبيع أو أكثر و120 صحيفة أو أكثر لكل ألف نسمة و2% أو أكثر من السكان يملكون هواتف وكل شخص يستهلك 2525 حريرة أو صعورات حرارية أو أكثر كل يوم ونسبة السكان لكل طبيب لا تزيد عن 1900 نسمة والإنتاج الوطني العام يساوي 300 دولار وما فوق لكل فرض سنويا و45% من السكان أو أكثر يقيمون في المدن فإذا ما كان المجتمع قد بلغ هذه القيم الحدية كلها فإن الاحتمال سيكون كبيرا في أن تحقق البلاد استقرارا سياسيا نسبيا وبالعكس إذا كانت تلبية هذه الحاجات تقل عن القيم الحدية فإنها بقدر ما تقصر عن ذلوغ هذه المستويات يكبر أكثر وأكثر الاحتمال في وقوع قلق السياسية ولكي نبحث في العلاقة بين الحداثة والاستقرار قمنا بترتيب البلدان وفق دليل للحداثة فتبين أنها تتوزع إلى ثلاث فئات تمثل البلدان الحديثة البلدان الانتقالية والبلدان التقليدية غير أن النقطة الفاصلة بالنسبة إلى كل من هذه الفئات الثلاث ودعت بصورة تعسفية نوعا ما فالبلدان الأربع والعشرون الأرفع مرتبة في دليل الحداثة هي التي اختيرت باعتبارها فئة البلدان الحديثة أما البلدان التقليدية فقد اختيرت بحيث توازف حجمها الفئة الحديثة وتقع في الطرف المضاد للفئة الأولى من الخط البياني للحداثة في حين اعتبرت البلدان الباقية وهي التي تقع بين الفئتين التقليدية والحديثة بلداناً انتقالية بيد أن الصعوبة في تحديد الحالة الحقيقية للبلدان لا تكمن في إيجاد النقطة الفاصلة بالنسبة إلى الفئة الحديثة بقدر ما تكمن في اختيار الفئة التقليدية ذلك أن البلدان التقليدية حقاً لا تتوفر عنها أي معلومات وبالتالي ليس لدينا من وسيلة لإدراجها ضمن هذه الدراسة لذا كانت البلدان التي نعتناها بالتقليدية هي بكل بساطة البلدان الأقل حدثة من تلك التي صنفناها على أنها بلدان انتقالية لكنها مع ذلك تعرضت للحدثة بعدئذ قمنا بحساب متوسط علامات الاستقرار لكل فئة من البلدان ثم قدرنا الفوارق بين متوسط علامات الاستقرار للفئة الثلاث وطبقاً للفرضية يجب أن يكون الفارق في متوسط علامات الاستقرار بين الفئة الانتقالية وكل من الفئتين الأخرين هو الأكبر أما الفارق في متوسط علامات الاستقرار بين البلدان الحديثة والبلدان التقليدية فينبغي أن لا يكون كبيراً والنتائج مبينة في الجدول رقم أربعة ونظراً لنقص التأييد الذي تقدمه هذه البلدان الأربعة والثمانون للعلاقة البيانية المفترضة بين الحداثة والاستقرار قد يتعين علينا أن نفترض أن هذه البلدان كلها قد تعرضت للحداثة لهذا السبب ينبغي أن يكون تشكل الحاجات على مستوى عالي نسبياً بالنسبة إلى العينة كلها ومن الممكن للمرء أن يفترض أن تشكل الحاجات يصل حده الأقصى في وقت مبكر من التعرض للحداثة بعد ذلك لا يمكن للمزيد من وعي العالم الحديث أن يزيد من الرغبة في الحداثة طبقاً لهذه الشروط فإن دليل الحداثة يكون بالحقيقة دليلاً للإحباط أيضاً أي يدل على مدى تلبية الحاجات الاقتصادية ضمن المجتمع الذي يفترض أنه تعرض للحداثة من قبل ولكي نقارن بين الفعالية النسبية لدليلي الأحباط هذين فقد قمنا بحساب مترابطات الإنتاج الراهن بين كل من الدليلين وبين الاستقرار فبينت النتائج أنه على الرغم من أن كل الدليلين مترابط ترابطاً هاماً مع الاستقرار إلا أن الترابط بين ما يدعى بدليل الحداثة وبين الاستقرار هو أعلى الاثنين فمترابطات الإنتاج الراهن بين الحداثة والاستقرار تصل إلى نسبة 0.625 في حين أن المترابطات القائمة بين ما يدعى بدليل الإحباط وبين الاستقرار هي 0.499 وقد حسبنا العلاقة بين دليل الحداثة ودليل الاستقرار فوجدنا أنها تساوي 0.6671 وهي نسبة لا تختلف كثيراً عن النسبة التي توصل إليها بيرسون وهي 0.625 وهكذا نجد مرة ثانية أنه لا يوجد ما يؤيد فرضية العلاقة الحتمية بين الاستقرار والحداثة على أن النتائج التي خلصنا إليها من هذه الدراسات تشكل دليلاً مشجعاً على أنه من الممكن والمفيد أيضاً تطبيق طرق التصنيف والروز وطرق المترابطات تلك التي تشمل أمماً عدة على مجالات معقدة لتحليل الطريقة التي يسلك بها الصراع الداخلي مثلاً كما أن الروز وكذلك تحديد هوية النزاع الداخلي وأبعاده السلوكية يبينان أن بالإمكان تصنيف هذه الأحداث والتفريق بينها فوق ذلك فإن نتائج هذه الدراسات تقدم البرهان التجريبي الذي يثبث الكثير من الأفكار الراهنة المتعلقة بالعوامل التي ينشأ عنها عدم الاستقرار السياسي وهناك حقيقة استنتجناها هي أن التغيير يمكن أن يؤدي إلى القلقل كذلك توصلنا إلى اكتشافات جديدة بتطبيقنا المسلمات المستمدة من نظرية الإحباط العدوان على هذا المجال المتعلق بسلوك الصراع الداخلي وبإخضاعه للتحليل التجريبي وبناء على هذه المكتشفات يمكن القول إن أحد الأسباب الهامة في توصل البلدان الحديثة لقدر أكبر من الاستقرار إنما يكمن في قدرتها الأكبر على تلبية حاجات مواطمها أما البلدان الأقل تقدما فتتميز بنسبة أكبر من عدم الاستقرار نظرا لما يثيره الإحباط المنظومي لدى الجمهور من ردود عدوانية كما يمكن القول ببساطة أن تزايد عدم الاستقرار ناجم عن التغير في الشروط البيئية إنما يعود للآثار التنزيقية التي يتسم بها التغير لكن من المحتمل أيضا أن يكون لتلبية الحاجات أثر فغدية ارتجاعية إذ يزيد من قوة الدافع للمزيد من التلبيات فما أن تبدأ تلبية الحاجات حتى تقوم هذه الحاجات القليلة للملبات بدور تحريضي للدافع من أجل الحصول على حاجات أخرى وبالتالي فإنها تزيد بالحقيقة من الإحساس بالإحباط المنظومي وحين تصل البلاد إلى مستوى عال تماما من تلبية الحاجات حينها فقط تميل باتجاه الاستقرار بدلا من عدم الاستقرار وعلى الرغم من طبيعتها الاستكشافية فإن مكتشفاتنا هذه مثيرة ومقنعة إلى حد يكفي لأن نقول بضرورة وضع تصميمات لدراسات أخرى ومتابعتها ذلك أن سلسلة واسعة النطاق من دراسات تستخدم نطاقا أوسع من المتغيرات البيئية والسيكولوجية والسياسية وكذلك سلوكات عدوانية تكميلية أخرى لم تدخل في نطاق دراساتنا هذه لا بد من أن توصل مع الزمن إلى نتائج أفضل ترجمة نانسي قنقر